أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة النادي الأهلي أعلن عن قميصه للموسم الجديد لزي الجديد للنادي الأهلي سواء الأساسي أو الاحتياطي وفي الحقيقة نال إعجاب بعدد كبير جدا أو أغلبية جماهير النادي للأهلي لأن الستايل حلو بصراحة والأهلي يمكن الناس كانت مترقبة شوية والناس بتقول الأهلي ليه تأخر في الإعلان عن الشكل التيشرت الجديد لكن دايما الأهلي بيبقى مرتب الحاجات دي في توقيتات معينة تتناسب مع الإعلان نفسه ومع انطلاق الموسم الجديد في الحقيقة التيشرتين الأحمر طبعا كالعدة بالنسبة لنا ده يعني مهم جدا جدا وشكله مميز وحتى الديزاين الجديد شكله جيد جدا في الحقيقة لكن اللي عجبني أكتر بصراحة الأسود الأسود تحفة هتقولي الأسود كده أنا معا الأسود التيشرت الأسود بحيث جمهور الأهلي مرتبط باللون الأسود فيه شياكة كده أو أنا من الناس اللي بحب اللون الأسود عمها تانية فحلوة أول تيشرت وكمان فيه اللون الأحمر في التيشرت ده مناسب جدا بما أن ده لونك الأساسي يعني الأحمر مع الأسود عمل شكل جيد وجذاب جدا جدا بصراحة يعني عايز أشكر القائمين على اختيار الشكل التيشرت الجديد سواء كابتن سيد عبد الحفيز أمير توفيق ما عرفش معهم حد تاني ولا لا لكن بيشتغلوا بيختاروا الأزواء التي تتناسب مع اسم كبير زي اسم النادي الأهلي والناس بتسأل شوية على التيشرت التالت هيكون إمتى أعتقد حيكون في شهر يناير حيتامل أعلان عنه يعني فيه ترايض شوية في اختيار اللون التالت لكن بنسبة كبيرة في شهر يناير حيتامل أعلان على الزي الثالث لفريق النادي الأهلي في حاجة جيدة في الحقيقة خليني أتكلم معكم شوية